سلام الله عليكم معكم ردامي قناة قرار فانس إذا انتهت قرار القليل آخر مقابلة عن لقاءات اليوم من الجولة الخامسة من البطولة المغربية جولة عرفت تشجيل 12 الهدف نفس عدد الهدف للتشجيل في الجولة السابقة بمعدل تهديفي 1.5 هدف في كل لقاء معدل تهديفي يعتبر متوسط في انتظار تحسن المستوى في مو قادم من اللقاءات في حلقة يوم إن شاء الله غنت حتى على 3 ديال لقاءات لتلعبوا اليوم نهضة الزمامرة يحقق المفاجأة وينتصر على اتحاد تنجا برباعية لهدف واحد حسنية أقادير يتنفس السعادة ويحقق أول انتصار له في البطولة بهدف للسفر على أولمبيك أسافي ونهضة بركان يحسم دربي الشرق ليصالحه في التواني الأخيرة ويحقق الانتصار على مولودية وجدة بهدف للسفر أنتم أيضا كما والعادة ما تنسوش تشاركوا معنا بالآراء ديالكم والتعليقات ديالكم والتحليلات ديالكم إلا ما تحدثناش على شي نقطة يمكنكم تضيفوها في التعليقات ونتناقشوا كما والعادة بشكل ودي قبل ما ندخل في تفاصيل الحلقة ما تنسوش تدعمونا باللايك اللايك مهم جدا باش الفيديو ديالنا يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس طبعا لك أنك يعجبكم المحتوى اللي كنقدموه لما نشتركش في القناة ديالنا اشتركوا وفعلوا جرس تنبيات بج دائما يوصلكم الجديد ديالنا أول بأول وما تنسوش تجلوش في حدينا على الفيسبوك صفحة كورا فانس كنزلو فيها العديد من الأخبار المحلية العربية العالمية الإفريقية غنخلي لكم اللينك في أول تعاليك متبت نخلو في تفاصيل الحلقة أول لقاء غا نتحدث عليه في حلقات اليوم اللقاء ليجمع ما بيننا ضد زمامرة واتحاد طانجة وانتهى ليصالحنا ضد زمامرة بربعية لهدف واحد تنظر على الناد النتيجة تعتبر مفاجأة على الجولة الخامسة يعني اتحاد طانجة اللي يقدموا حد مستويات أكثر من رائعة في الجولات الأربع الأولى ربعا دياللقاءات ثلاثة ديالانتصارات وتعادل واحد أيضا الفريق لم يتلقى إلا هدف واحد وكان مطالب في لقاء اليوم بتحقيق الانتصار إذا ما أراد الحفاظ على المركز الثاني بحكمة لأن الويداد في لقاء الأمس أرجع بالانتصار من مدينة فاس تنظر على أن هذه المسألة خلقاته حتى الضغوط على اللاعبين اللي كانوا مطالبين بتحقيق الانتصار يعني كيفما قلت تحاد طانجة اللي عودنا على أنه فريق كيوقف مزيان داخل أرضية ملعب فريق صلب دفاعيا وفريق لما كيسجل من الصعب لأنك تسجل عليه وخير ودليل على ما أقول أول ثلاثة دي اللقاء تلعبهم تحاد طانجة في البطولة تمكن من الانتصار بها دفل السفر ودائما الفريق لما كيسجل كي عرف يدافع وكي عرف يلعب على الهاجمات المضادة فيما يخص لقاء اليوم صراحة تفاجأت كثيرا خصوصا فيما يخص شق الدفاعي تحاد طانجة فريق تائه داخل أرضية الملعب والعديد من الأخطاء الدفاعية أدت لهذه الهزيمة بنتيجة كبيرة فيما يخص نهضة زمامرة فريق صراحة بدك يرجع وبقوة في البطولة المغربية أول ثلاثة دي اللقاء تلعبهم نهضة زمامرة في البطولة ثلاثة دي الهزائب وهذه المسألة خلقات العديد من المشاكل وخلقات واحد الشك بين اللاعبين نهضة زمامرة في اللقاء السابق تمكن من تحقيق انتصار خارج الميدان دي الزمولودية وجدة بهدفين لهدف واحد ونهضة زمامرة يؤكد على ان انتصار اللي حققه في الدورة السابقة لم يأتي محت الصدفة ولكن نتيجة عمل يعني فيما يخص اللقاء اللي شاهدنا اليوم تيحة طنجا كان هو الفريق اللي تقدم في اللقاء تقريباً عشرين دقيقة الأولى تيحة طنجا كيتمكن من تجي الهدف الأول عن طريق اللاعب إجروتن وضنينا على ان تيحة طنجا يسير وبخطة ثابتة لتحقيق الانتصار الرابع له في البطولة ولكن ما يحسب لنهضة زمامرة محت شي دي يعني الفريق قام بالعديد من الهاجمات واستفاد أحسن استفادة من الأخطاع الكاريتية اللي ارتكبها الدفاع ديال تيحة طنجا يعني تنظر على ان المدرب المرابط في اللقاء اليوم اعتمد على خطة التسلل وصراحة كان خطأ كبير لأن المدافعين صراحة كان واضحة لأنهم ما كيتقنوش هاد الخطة وما كانوش متمركزين زيان ولاحظنا على ان المهاجمين ديال نهضة زمامرة بتمرير اوحدة كيدربوا الدفاع ديال تيحة طنجا خصوصا اللاعب اتشاباو لتمكن من تسجيل هدفين وبالمناسبة هاد اللاعب كي يقولي هدف البطولة مناسبة مع اللاعب طوني ديال المغرب تيطواني وكذلك بني الشو ديال اولمبيك اسافي كلهم عندهم اربعات ديال الهدف كيف ما قلت نهضة زمامرة تكتفل الهاجمات دياله وتمكن من تسجيل الهدف الأول والهدف الثاني لينتهي الشوط الأول بهدفي لهدف واحد فيما يخص الشوط الثاني بدنيت على أن المدري بالمرابط سيغير طريقة اللاعب لأنه في الشوط الأول كان من واضح لأن الدفاع تيحة طنجا يعاني كثيرا خصوصا فيما يخص التموقع ولكن الفريق استمر على نفس النهش نفس طريقة اللاعب ونفس الاخطأ الكارتية بداية الشوط الثاني بتمرير اوحدة كيدربوا ايضا ديفاع ديال تيحة طنجا اللاعب أتشابه كيمشي وبكل سهولة وبدون مضايقة وكيسجيل هدف الثالث يعني بعد تسجيل هدف الثالث تنظر على أن اللقاء تقتل لاحظنا على أن اللاعبين دي التحاد طانجا تأثروا نفسيا وما ولوش قادين يجاري ونسق على اللقاء أيضا ولو كي تسرعوا وبغي أن يسجلوا بسرعة وهذا أشياء كلها نعكسات سلبين على أداء الفريق يعني فيما يخصنا هذا الزمامراء صراحة الفريق بدك يرجع المستوى دياله هذا هو الفريق اللي شاهدناه الموسم السابق اللي خلق صعوبات للعديد من الفرق سواء مهضة بركان اللي انتصر عليه بحصة كبيرة وأيضا خلق متاعب لفريق الويداد وفريق الرجع كيف ما قلت هذا الفريق بدك يسترجع المستوى دياله وبدك يسترجع النسق دياله وكي يتمكن من تحقيق ثاني انتصار له على التوالي بعد ثلاث هزائم متتالية فيما يخص تحاد طانجا كيف ما قلت يعني لحد الآن الفريق اللعب خمسة دي النقاءات عشرة دي النقاط تعتبر نتيجة إيجابية جدا الفريق يجب أن يشتغل أكثر خصوصا فيما يخص الشوق الدفاعي أيضا تحاد طانجا مطالب بتسجيل أهداف لأننا لاحظنا في العديد من اللقاءات تحاد طانجا كيخلق فرص كثيرة ولكن تنقصه اللمسة الأخيرة كيف ما قلت هزيمة ليست بنهاية العالم ولكن يجب اشتغال أكثر وإصلاح ما يمكن إصلاحه لأن اللقاءات المقبلة ستكون صعبة بكل ما تحمل الكلمة معنا نضد زمامراء صراحة هذا الفريق كيف ما قلت بدأ يرجع المستوى ديالو وتنظر على أنه في اللقاءات القادمة سيكون رقم صعب في لقاء آخر حسنية أقادير يتنفس السعادة ويحقق المطلوب أو انتصار له في البطولة المغربية وجاء على أولمبيك أسافي بهدفين لسافر لقاء دي اليوم تلعب بطموحات متبينة حسنية أقادير دخل لقاء اليوم وكان مطالب بالانتصار ولا شيء أغير انتصار إذا ما أراد الخروج من نفق المظلم اللي يدخل فيه لأن البداية ديال حسنية أقادير في البطولة المغربية في أول ربعات اللقاءات كان جدا متعطيرة ربعات اللقاءات جوجة التعادلات وجوجة الهزائم أضف إلى ذلك على أن حسنية أقادير في ربعات اللقاءات لم يسجل ولا هدف هذه المسألة حتى الضغوط على اللاعبين اللي كانوا مطالبين بردة فعل أيضا المدرب كانت عليه واحد ضغوط كثيرة لأنه صراحة أي تعطر الفريق حسنية أقادير كان سيرمي به خارج أسوار النادي على الجانب الآخر أوليم بيك أسفي نتخل لقاء اليوم ومعليش ضغوط كثيرة بحكم أنه دار واحد البداية تعتبر جيدة في البطولة لعبر بعدي اللقاءات جوجة انتصارات تعادل وهزيمة من وجهة نظر الشخصية أفضل لقاء لحسنية أقادير منذ انطلاق البطولة الفريق دار في 20 دقيقة الأولى دكشي لي مداروش في بعدي اللقاءات لاحظنا على أن اللاعبين منذ الضقيقة الأولى كان واضحا أنه معازمين بحققوا نتيجة إيجابية ولاحظنا على أن الفريق يخلق فرص منذ الضقائق الأولى وتأتي له تسجيل هدفين في 18 دقيقة الأولى عن طريق اللاعب الفحلي اللي قدم لقاء كبير بكل ما تحمل الكلمة معنا وعطانا مؤشرات على أن هذا اللاعب قادر بحق يعود الغياب دي اللاعب البحراوي اللي خرج من الفريق والخروج جيله كان عنده واحد تأثير كبير خصوصا فيما يخص الشوق الهجومي قلتها من قبل يعني ربعا دي اللقاءات الأولى لاحظنا على أن حسنية أقادير خاصه ذاك رأس الحربة متمم العمليات اللاعب لهم كل يسجل من أنصف الفورص فيما يخص أولمبيك أسافي صراحة تنظر على أن الفريق دفع ثمن الدخول المتأخر دياله في اللقاء يعني حسنية أقادير بارغت أولمبيك أسافي منذ الضقائق الأولى وشجل عليه هدفين في 20 دقيقة هذه المسألة كان عنده واحد تأثير سلبي على اللاعبين ديال أولمبيك أسافي اللي لاحظنا على أنهم تأثروا داخل أرضية الملعب ولو كيتصرعوا في الهجمات ولو بغين يسجلوا بسرعة يعني الشوق الأول انتهى كما تعرفون بنتيجة جوجل صفر لصالح حسنية أقادير الشوق الثاني ضنيت على أن أولمبيك أسافي غايدخل ويرمي بالتقل ديالو لتعديل النتيجة وعلى الأقل لتقلص الفريق ولكن اللاعبين ديال حسنية أقادير كانوا واقفين مزيان داخل أرضية الملعب واستمتوا صراحة ما يعاب على اللاعبين ديال حسنية أقادير وأنهم في الشوق الثاني كما كنقولو تراجعوا كثيرا وكان بإمكان أولمبيك أسافي في العديد من اللقطات تقليص النتيجة وتجي الهدف الأول لو لا تصرع المهاجمين ولولا تألق الحارس عموما حسنية أقادير في اللقاء اليوم حقق المطلوب أول هدفي له في البطولة وأول انتصار كيف ما كنقولوكي خرج من ذلك النفاق المظلم نتمنى على أن هذا الانتصار يكون انطلاقة بالنسبة للاعبين ديال حسنية أقادير فيما وقادم لللقاءات على الجانب الآخر أولمبيك أسافي سيكون مطالب بإصلاح ما يمكن إصلاحه استعدادا لللقاءات المقبلة اللي غتكون صعبة آخر اللقاء أغاني تحدث عليه في حلقة اليوم ديربي الشرق اللي جمع مبين ملودي توجده لاستقبل نهضة بركان ولقاء انتهى لصالح هذا الآخر بهدف لسفر انتصار من رحم المعانات بالنسبة للنهضة البركانية بحكم على أنه جاء في التواني الأخيرة انتصار سيكون عنده وحد طعم خاص بالنسبة للجماهير البركانية وهزيمة ستكون عنده وحد المرارة بالنسبة للجماهير ديال الملودي توجده لأنك لما تلقى هدف في دقيقة 92 وقت صعب وما تكون عندك فرصة باش تعوض انتصار يمكن النهضة البركانية من الارتيقاء للمركز الثالث ويصبح على بعد نقطتين من الصدارة على الجانب الآخر تتواصل الوضعية الكارتية التي يعيشها مولودية وجدة خمسة دي اللقاءات الفريق لم يتحصل إلا على نقطة واحدة تعادل في أول لقاء لعبوا في البطولة المغربية آخر ربعا دي اللقاءات لعبهم مولودية وجدة في البطولة ربعا دي الهزائم متتالية هذا الأمور كلها تلخصنا الوضعية التي يعيشها هذا الفريق قلتها من قبل المشاكل الموجودة سواء بين المدرب والإدارة وكذلك اللاعبين عندها واحد تأثير والمتضرر الأول هو الفريق ما يخص اللقاء لقاء صراحة ديربي اسم على مسمى يعني ما كنش واحد للجمالية ما كنش فرص كثيرة من الجانبين لقاء امتاز بالتدخلات القوية بالاندفاع البدني بالتوقفات جراء إصابة اللاعبين وهذه المسألة عادية في الديربيات يعني عمرك ما تسنم الديربي على أنك تشوف كورا القدم جميلة ولا تشوف فرص كثيرة من الجانبين دائما كيكون الهدف الأول للفريقين هو تحقيق نتيجة إيجابية بغض النظر عن المستوى الذي يقدمه في اللقاء يعني هذه اللقاءات تربح ولا تلعب واتشي لحققه النهضة البركانية في اللقاء اليوم بالرغم لأنه ما قدمش لقاء كبير ولكن في الآخر يحسب له على أنه خرج بثلاثة دي النقاط ثلاثة دي النقاط عندها واحد الأهمية كبيرة خلت النهضة البركانية يرتقي للمركز الثالث ويقترب أكثر وأكثر من فرق الصدارة على الجانب الآخر مولودية وجدة صراحة قدم لقاء لا بأس به وخلق العديد من الفرص وكان بإمكانه في العديد من المرات يسجل هدف التقدم لو لا تعلق الحارس دي النهضة البركانية صراحة الحارس دي النهضة البركانية يقدم واحد لمستويات أكثر من رائعة في الآوينة الآخرة وعوض الحارس العروبي بطريقة جيدة جدا وتنظر على أن هذا الحارس فيما هو قادم من اللقاءات ستكون عنده الكلمة دياله ويمكن يأخذ الرسمية لأنه صراحة حارس كي بنعい لأنه عنده تقاف النفس وأيضا تدخلات دياله دائما كتكون صائبة أيضا بغيتنا تحدث على الحارس ديال المولودية وجدة لتألق في العديد من المرات خصوصا في الش colder2 انفيرات للعيب حدراف والحارس ديال المولودية وجدة تدخل أيضا تدخله في العديد من المرات يمكننا نقوله على أن نجوم اللقاء الحارس ديال النهضة البركانية اللي حافظ على الشباك دياله وأيضا الحارس ديال المولودية وجدة وأيضاً اللاعب الرقراقي الذي يهدى بالهدف الذي يسجله في الشوط الثاني. ثلاثة دي النقاط تمينة بالنسبة للجماعة هذه النهضة البركانية. يعني نقطة القوة الأولى بالنسبة للبركان وهي الكرات الثالثة. يعني ضربت خاطئ في الدقيقة 92 اللاعب النمساوي كيرفع الكرة. واللاعب الرقراقي القادم من الخلف كيركن الكرة بالرأس في شباك دي المولود يتوجده ليعلن انتصار النهضة البركانية. بالرغم على ان المستوى في اللقاء صراحة كان مستوى جد متوسط من الفريقين. النهضة البركانية مظهرش بدأت المستوى. ولاحظنا على ان اللاعبين مرهاقين داخل أرضية الملعب. وهذه المسألة الطبيعية بحكم على ان اللاعبين في منتصف الأسبوع كان عندهم لقاء في موريطانيا برسم كأس الاتحاد الإفريقي. وقلتها من قبل قلت على ان هذه المسألة يمكن يكون عندها واحد تأثير على الحضور البدني والحضور الضهني دي اللاعبين. فيما يخص ملودية وجدة لاحظنا على ان في اللقاء اليوم كان عليهم واحد الضغط كبير وكانوا مطالبين بتحقيق نتيجة إيجابية للخروج من النفق المظلم. ولكن لاحظنا في العديد من المرات على ان اتيحت لهم فرص لولا التصرع والانانية في العديد من المرات كان بإمكانهم يسجلوا هدف. عموما لقاء انتهى لصالح النهضة البركانية بهدف لسفر. ملودية وجدة سيكون مطالب بتصحيح ما يمكن تصحيحه إذا ما أراد العودة فيما هو قادم من اللقاءات. كان هذا يكون لما يخص حلقات اليوم حلقة تحدثتنا فيها على ثلاثة دي اللقاءات اللي تلعبوه اليوم. انتم ايضا كيفما قلت شاركوا معنا بالآراء ديلكم والتعليقات ديلكم. خليوا لي جهة نظر ديلكم فيما يخص جميع اللقاءات. ونتنقشوا كما هو العادة بشكل ودي. إلا عشبتكم الحلقة ما تنسوش تدعمونا بلايك بارتاج والحلقة. بالنسبة لكي شاهدنا أول مرة تتجدل في قناة دينا فعل جرس تنبياتك باش يوصلك الجديد أول بأول. وما تنسوش تتجدل في صفحة دينا على الفيسبوك. غير خلي لكم اللقاء في أول تعليق متبت. كان معكم الرديم من قناة كورافين. السلام والله عليكم. اشتركوا في القناة